موسيقى اهلا البيت مش ماشك رح بلش ضغرة من العنوان يلي اليوم هيك شغل الاوساط بالشرق الاوساط نائب القوات فادي كرم زميلك بقضاء الكورة قال انه قد يكون هناك تقارب او صار تقارب بين المعارضة من جهة والتيار الوطن الحر من جهة وحسينا كأنه في تقارب جدة لدرجة انه بعد ناقص خطوة واحدة بتوصلوا على تسمية مرشح مشترك بواجه رئيس تيار المرسل اناب السابق سليمان فرنجية شو صحة يلي عم بيصير بينكم وبين المعارضة نحن بطبيعة الحال طرحنا كان واضح من اول ايام حتى قبل ما صار الشغور الرئاسي وقلنا يومتها انه واضح هيكون بالمجلس النيابي فيه اصطفافين والاصطفافين عندهم سقف ما بيقدروا يتجاوزوه وبالتالي بيظل كمان تشزي المجلس النيابي لهال تشكيل اللي موجودة كمان ما فيه اكتريات وازنة بتقدر تعمل حسن انتخابي فعلى هالأساس كان فيه فريق بوقتها نتذكر بالجلسات 11 كان عم بيصوت للأستاذ ميشيل معواد وفريق تاني كان بالمبدأ عم بيصوت ببرقه بيضاء ولكن عنده مرشح بعدين افصح عنه اتنينيتهم عندهم سقف وصلوله هيدا السقف ما حدا قدر تجاوزوه مثل ما حكينا نحن من الاساس عم نقول لا يمكن ايجاد حل للمأزق اللي نحن فيه والمراوحة الرئاسية اللي نحن موجودين فيها الا عبر خليني يقول خيار ثالث هيك طرحنا يقول الخيار الثالث واللي هو قائم بالدرجة القول على الحوار مع المكونات اللي تنع معنا انه لازم يكون فيه حوار لحتى ننتج الشخصية او الاتفاق على عدة يمكن اسامي بالمرحلة الاولى بعدين على اسم ينتخب ويحتضلنا القوى السياسية عن قناعة من اجل يعني تنفيذ برنامج اصلاحي وانقاذي بسبب الاوضاع اللي نحن فيها وعلى هالاساس نحن عملنا تواصل بالمرة يعني خليني يقول بالفترة الاولى هيك تواصل فردي اذا جايز التعبير مرحلة تانية صار في تواصل رسمي اكتر على قاعدة الورقة الاولويات الرئاسية مع كل الاطراف وعلى هالاساس انطلقت اذا بدك مسارات لقاءات او حوارات في اطراف قدرنا نتحوار معها بشكل اسرع او كانت الامور مسهلة اكتر في اطراف اخرت شوية وقت هلا انا برضو ما بدي يقول انه نحن صرنا بخليني يقول بعنوان حوارات رسمية بتكليف رسمي مؤطر اذا جايز التعبير ولكن تعرفين نحن بالاخير نواب منلتقى بالليجين منلتقى بمجلس النواب بالاخير برغم اختلافاتنا بالسياسة بيبقى عنا الهم المشترك هو نفكر سوا كيف بدنا نطلع من هالحالة المراوحة اللي نحن فيها وعلى هالأساس صار في تواصل وهل التواصل بيكفي بهذه الطريقة هلأ انا بقول انه كل ما عم بيتقدم الوقت اكيد الامور بتصير ايجابية اكتر وان شاء الله الامور ما تطول لحتى نقدر كلنا سوا نقتنع انه هيدا الحوار ينتج رئيس منكون حده منبلش ببرنامج انقاذي يعني الهلأ عم نحكي عن تواصل خلينا نقول على مستوى النواب كانواب افراد من دون تكليف اكيد من قيادة الطيار من جهة او قيادة القوات بشكل خاص من طرف المعارض في تواصل غير مع القوات مع الكتائب مثلا صحيح في تواصل مع الكل في مع نواب التغيير واغلبهم لانه يعني كمان هني من انكتلي موحدة حتى يمكن تجتمع مع اتناني مثلوا الكل فنجتمع مع الكل كيف ما اي حدا بيحب يعني ونقعد نحنوية مع الكتائب في تواصل مع الاشتراكي في تواصل مع مستقلين في تواصل هيك بدك تنجي شغل جدي اذا بدنا نقعد نتسلى ونقول هيدا ما بنحكي معه هيدا ما بنحكي معه انا بقول لك هنبقى بالمراوحة هيدا وبالاخير في فراغ بيتعبى بشي ما بيرضيكي لانه الفراغ عند لحظة معيني ما حدا ما حدا في يحمل انه يستمر لا بالداخل ولا حتى بالخارج هيقبلوا هيدا الاستمار فمسؤوليتنا نحن نقدر نلاقي حلول ومش كتير بعيدة وتوافقات لحتى نطلع من هالمأذر لقوا حلول مش كتير بعيدة التركيز اليوم عم بيكون على الطيار والقوات ككتلتين اساسيتين كونن خلينا نقول الكتلتين يلي وقفين بوجه امكانية وصول سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة الاولى لحد الان حلول شو عم نحكي عنا ومش بعيدة لا لا انا عم بقول بدنا حلول بتقوم بالدرجة الاولى عبر اقتناع كل الاطراف انه ما عنا حل غير بالحوار خاصة بيظل تشكيلة المجلس النيابي وبيظل المراوحة اللي موجودة عند الكتل اللي تبنت وبيظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المنهار بالبلد يعني اولي التلاتي بيفطردوا هيدا الحوار هيدا شكل هيدا شيء الشيء الاخر انه كمين ما فيكي تطول يعني هلأ صارنا دخلنا بالشهر السابع نحنا على الفراغ من ناحية من ناحية تانية برجع اقول انه الفراغ وقته بيطول بيطول اكتر بهيدا الظرف قدرة الاحتمال اقل بكتير من الفراغ اللي صار بين الـ 2014 و 2016 قدرة الاحتمال اقل بكتير متغيرات المنطقة اسرع واكبر بكتير لذلك اليوم مطلوب ايجاد الحلول بشكل اسرع وإلا هذا الفراغ عند لحظة معيني بيصير يمكن غسما عنا يملأ بشيء انت ما بدكيه بلحظة طاقت وربما تكون داخل خارجية هل طرح اسماء بينكم وبين القوات او لا بعد ما وصلنا الى هذه المرحلة يعني خليني اقول احنا منحكي بكل شيء عم يطرح عالميا نحن حتى الاسماء انا ما بدي ادعي انه يعني هذا شيء محصور ومأطر بكتير بس كمان يعني وقتها غبطة المطرق كلف المطران انتلييز المطران ابو نجم يعمل الجولات كمان كان عم يطرح اسامي والقوات يطرحوا اسامي ونحن نحن خليني اكد على شيء انه نحن يمكن ولا مرة طرحنا اسم نحن عم نكون مطلقين اكتر ليه على قاعدة انه نحن لسببين اول سبب خليني اقول اخدنا ارار ما عنا مرشح لقلنا وقت الرئيس باسيل ارار انه ما بده وقال ظروفه برغم بوقته باول الايام التيار ما كان كثير موافق على الموضوع هذا هلأ صار موافقه اكتر انه ظروف منا بصالحه خليني اقول انه بالاخير التيار سلم باسباب الرئيس باسيل سلم فيها المقتنع هذا لقله ضمنيا ومش مقتنع كمان لقله لانه في رأي بيقول وفي ناس بتناقشه للرئيس باسيل في رأي بيقول انه اليوم ربما يكون الحل الوحيد امام جبران باسيل ان يعلن ترشيح وهيكي بيسقط كل الاسماء يلي مرفوضة او اسماء ما تعتبر تحدي من طرف ومن اخر نحنا اليوم خاصة بكل الاستحارات وبكل المواقف السياسية والوطنية وبالزيتها للاستحار يا سي ما منخوضه على قاعدة هيكي اذا بدك التسلية او النكد او المزح لا نحنا ما منجازف اذا كان هيدا الشي بعجل يمكنه نعمله بس نحنا ما شايف الرئيس باسيل هيدا الموضوع وقال خلينا نروح على الخطوة التالية وبالتالي نحنا كمان درقا لأي شخص نحنا نطرحه ويصير فيه اذا بدك استهداف على انه هيدا مرشحة التيار معنى نحنا ما نأكد انه اي حدا ممكن نوافق عليه هيدا ما تروح علينا ونحنا عام نقول وما منخفي انه طرح علينا يمكن بين المطران ابو نجم وبين بقية الاطراف السياسية اللي عم نطعطن حوياهم يمكن حوالي 15 او 20 اسم بهذا 15 او 20 اسم فيه اسامي من الاول لنا لا يعني ما بتناسبنا وما منقدر نمشي نحنا وياها بهذا الموضوع ما فينا نقترع لها وننتخبها وفيه الناس الا ما عنا مانع مبدأة عليهم وبالتالي نحنا فينا نحكي باساميهم اذا بيشكلوا هيدا المروحة من التقاطعات وعلى هالأساس نحنا عم فيه تقاطعات على بعض عدد من هيدا الاسماء مع الكتل المعارضة اكيد قدرتوا بلورتوا خلينا نقول عدد يكون مختصر الى حد ما يعني بلشتوا تضيقوا الخيارات خلينا نقول شغلتان بهذا الموضوع اول شي فيه تقاطع مع اغلب الاطراف على اسامي شي التاني بعد ما فيه اسم اذا بدك حاز تقاطع كل الاطراف يمكن فيه اسم بيتوافق عليه يعني عند كتلتان او عند جوان ونحنا ما عندنا مانع مبدأي عليه وفيه اسم لا بيتقاطع بيننا وبين فريق تاني بس بعد ما وصلنا خلينا نقول بصراحة للمطرح اللي بيقول والله في عنا اسم او اسمين اربع خمس كتل وتغيريين ومستقلين موافقين على يوم بالكامل مش لايك عم نقول بعدها شوية تشغل بس قدير رح تحطوا سقف زمني لان حضرتك قالوا شوية عم بتقوله انه ما بقى فينا نطول كتير وهو بالفعل فيه استحقاقات صارت كتير داهمة ابرزها حكمية مصر في لبنانيا اللي رح نحكي عنا بعد شوي هيدا احد الاستحقاقات تانيا اليوم نقل كلام انه في بعض الضغوط ربما على اللسان ايضا السفيرة الامريكية انه يجب ان تنتخبه رئيس قبل بداية تموز والحكي انه الرئيس بري كمان قد يدعو الى جلسة قبل تموز بوقت رئيس طيار الوطن الحر بمقابلته الاخيرة تحدث عن معادلة بين اسمين سليمان فرنجية او قائد الجيش يليل المفارقة جزء من المعارضة او ربما قد يكون المرشح الخفي لفريق المعارضة خليني ارجع شدد على انه بدون منحط سقف زمني نحن نقول والله بعشر حزيران لازم نكونوا مخلصين انا بتمنى عبقر الصباح الكتل تتوافى ونقول نحن في عنا والله مرشح وقدرين نروح فيه على الكتل التانية ونحكي نحن وياهم نروح على جلسة انتخاب ونقدر ننتخبه بس ولكن هلا هيدا منه متيسر بهذه الطريقة وزا حطينا سقف وما وصلنين وشو بدو يصير ماشي منشان هيك نحن ما منقول انه والله في سقف محدد بالتاريخ الزمني هيدا منقول انه نحن بأسرع وقت لازم نخلص من هيدا الموضوع بأسرع وقت لازم نتفق بأسرع وقت لازم نطلع بخلاصات جدية نقدر نطل فيها على الناس وننهي هذا الاستحقاق ايجابا مشان هيك العجلة هي نابعة من الاوضاع اللي نحن عيشينا اوضاع البلد لكن المستويات اللي انها اجتماعي ومالي واقتصادي ويمكن امني ونزوح وكل كل كل الملفات اللي بتعنينا السحاقاتنا الجاية حاكم مصرف لبنان السحاقات التنقيب وبدء التنقيب عن النفط بالصيف بأواخر الصيف يعني كل هيدا الامور كمان بدك انت يعني مؤسسات بالدولة قائمة فاعلة منطلقة لحتى تقدر تواكب او بنكون نخسرنا كل اللي عملناه فهيدا من ناحية من ناحية السفيرة امريكية انا ما بعرف شو معطيتها او شو بدها او شو عم تحكي على الاقل هيدا منقل هي بتقول بالاخير هني على طول بتصريحاتهم يعني كل الدول بتقول ان احنا متمنى هيدا الموضوع يخلص الفراغ ويصير فيه رئيس اوكي بتلاقي نحن وياها ومتمنى بأسرع وقت هلا اكتر من هيك يعني خلينا نحن نشتغلو احدنا رح يضع الرئيس بره لجلسة قريبا لانه كمان الحكي انه ايه ربما يكون انا تقليك بصراحة سمعت هيك سمعت هيك ما عندي معطيات جدية بتأكد هيدا الشي بس سمعت انه هيدا الشي وانه فيه توجه لهيدا الموضوع هلا انا بس على اي اساس هيدا بدي اقليك بيظل الوضع اللي نحن لبعده متل ما انا شايفه هلا اه ما بظن ما بظن انا الجلسة اذا دعي هلعب هالكام يوم الجايين ما بظن الجلسة بتختلف عن الجلسات ال11 شو بيكون عمل الرئيس بره مشين هيك انا مستغرب انه فيه حكي به هيدا الموضوع بس ما عندي معطيات اذا كان ضامن تأمين نصاب 86 وتأمين انتخاب 65 صوت لسليمان فرنجية لا ما هيدا مش مضمونة واضح انها مش مضمونة بما معنى اذا دعى بيكون هو احرق اسم سليمان فرنجية عمليا انا ما بدي ادخل بنيته للرئيس بره الرئيس بره عنده انا عبرش كمان مش بنية عبرش بالتحليل عنده واجب اساسي بانه يدعي المجلس النيابي لانتخاب رئيسة الجمهورية دعي 11 جلسة بعدين بيقول انا بدي جرب لعمل حوار ما قلع هيدا الشي بيعتبر انه الظروف بعد ما تهيئت وما بدوا يعمل جلسات فولكلورية هيك قال يعني الرئيس بره وقد يكون محق بها بهذا الشكل يعطي مجال اكتر للتفاهمات ولكن انا ما بعرف انا اذا دعي شو الغاية بس فيني اكد انه ما في 86 وبالتالي وفيني يمكن اجزم انه بعد ما في 65 كمانا وبالتالي انا بستبعد انه تكون القصة هدف منها امكانية الانتخاب يعني عمليا نحن ما تبدل عنا شي بالصورة لناحية ترشيح سليمان الفرنجية هل تبدل الموقف الفرنسي بحسب المعلومات يعني يحكى كتير انه بلشوا ينسحبوا او المبادرة الفرنسية سقطت او طويت بحسب المعطيات اللي متوفرة واضح انه الفرنسيين فرملوا او تفرملوا في تاب الاول تفرملوا من قبل من من قبل يعني الناس اللي عم يجربوا سعودية الولايات المتحدة سعودية ولاية المتحدة من ناحية من ناحية تاني من الداخل اللبناني ما ننسى نحن اليوم بغض النظر عن التشرزم اللي نحن عايشين فيه وعن تأثيرات الاقليمية او الدولية على لبنان كبلد صغير وبلد اللي في عناها الوضعيات اللي نحن هلأ عم نعيشها بس ولكن اليوم ما حدا فيه تجاوز انه فيه كتل وازنة اليوم عم بتقول انا عم بتجربوا تعملوا حلول او خلاصات معي يعني انا ما بتنسبني وانا مش ماشي فيها يعني هيدا الموضوع مش بسهل حدا يقدر تجاوز بس بعدها بالمقابل استجاجي فمن ناحية هيدا من ناحية بس حتى قد الشيء والشيء التاني اذا كان كتير صحيح وكتير دقيق يعني مية بالمية انه قاعدة الضغط الفرنسي كان على قاعدة خلينيقول تفاهمات الى جو او وجوه اقتصادية ونفطية وغيرها بفتكر مقالعين غلط بهيدا الموضوع مقالعين غلط كتير اكيد يعني وصلنا فيها اصلا لديمان المحاسبة بس هناك البعض بيقول كمان انه لا ليش بدأت تكون سقطت وحتى محاولة تظهير خصوصة بشكل خاص الموقف السعودي على انه منه رافض او منه واضع فيتو على اسم سليمان فرنجية على اعتبار ما صرحه السفير وليد البخاري ونفس الشيء بينطبئ على الموقف الامريكي كل الدول كل الدول بتقول زيت الحديث بتقول نحنا ما منتدخل بتقول هيدا شأن داخلي وبتقول نحنا ما عنا فيتو على حدا وما عنا قسم نطرحه ف بشكل غير مباشر هذه الدول مين عم تدعم شو بدك بالحقيقة شو بدك فيهم بيحكون اذا فيني مرءوا شي بيناسبون ما حيقولوا لا نحنا مهمتنا والتزامنا الوطني انه ما نخلي شي يمروا الا بيناسب لبنان بالدرجة الاولى مشين هيك ناس بتقول فيه يعني نحكى عن مرشح معلن ومرشح يعني خليناقول خفي ومراتبين حط اسم قائد الجيش وغيره انا بأكد لك انه حتى اسم قائد الجيش مش ماشي الحال لعدة اسباب يعني ليش مش ماشي الحال تقليك لي لانه لحد هيدا اللحظة كل الاطراف بما فيها البدغضغة هيدا الموضوع عم بتقول هيدا موضوع بدوا قبول لتعديل دستوري وهيدا الشي منه متيسر ومنه ماشي لحد هيدا اللحظة بس اذا وصلنا لنقطة التقاطع انه خلاص ما بقى فينا فراغ ورقة سليمين فرنجية منه ماشي اسرع ورقة يا لبنانية تفضلوا هذا الرجل مقبول دوليا اقليميا بحكم علاقاته انا ما بعفزا نوصل لهيك بس برجع بقلك يعني الشغل انه ما نوصل لهيدي اللحظة لحتى ما يفرض على الكتل اللي ما بدا يفرض علي حلول هي ما بديها فيه امكانية نوصل على الحل الوسط التالت بين سليمين فرنجية واقائد الجيش هلأ مع العلم ما بعرف كيف اختفى اسم النقب ميشيل معوض من التداول يعني فجأة لا فيه مرات فيه شي تعلن جهارا مثل ما بيقولوا وفيه شي بيصير مثل اعلان ضمنه او بسيئة الاحداث بتمرق الخبرية اليوم واضح كان انه الكتل والزمل النواب اللي تبنوا ترشيح الأستاذ ميشيل معوض عملوا 11 جلسة ووصلوا لقناعة بعد 11 جلسة انه ما عم بيقدروا يرفعوا ويتقدموا لانه يمكن لو يقدروا افترضي 35 جلسة دي بعد جلسة دي صاروا 41 بعد 3-4 جلسات صاروا 49 بعدين احتمال 52-53 بتصير هيدا التراكم بيخلق امكانية كبيرة انه يتفاوضوا مع اكتر اطراف ويقنعوا ناس اكتر وانه مثل كرة تلج عم تكبر عم تكبر بس هيدا الشي ما صار مشانا هيك اللي احنا الطرفين بالمجلس النيابي وصلوا لحدود معين لسقف معين ما حدا قادر يتجاوز ولذلك خلاص بدك الحل التالت حتى مع كل الضغط الاقليمي يعني عم نشوف التحول الاقليمي كتير كبير عودت سوريا الى الجامعة العربية مع ما لوزن سوريا وعليقات حتى بالداخل اللبناني وامتدادها اقليميا ما بعرف هيدا كيف رح تنعكس على لبنان لانه كمان يعني فريق سنائي اما الحزب الله يحاول ترجمة او ربطة بمرشحهم بمرشحهم أنا برجع بقول لكم تكون الامور كتير واضحة نحن كطرف سياسي كان من اول الاطراف اللي حكي بضرورة المصالحة العربية الجدية وبضرورة استعادة سوريا للحضن العربي يعني العرب هني يحتضنوا ما يتركوها اذا كانوا هني عم بيشكوا انه سوريا يمكن تروح على قيارات تانية ما دورا انه يحتضنوا بقدرتهم الكبيرة السياسية وستراتيجية والمالية والعسكرية واللي بدك يحتضنوا فعمليا نحن اكيد منرحب بهذا الموضوع لانه اول شي هو عنوان لمصالحة عربية نحن بتهمنا لانه وقت المصالحة العربية بتصير والارتياح العربي بيصير بنكس اجابا على لبنان لانه احنا من هيدا المحيط هذا من ناحية من ناحية تانية تكون الامور واضحة نحن طرف سياسي ما بيسمح لاي تأثير خارجي انه يترجم بالداخل بحسب قدرتنا ونحن هيدا موقفنا المبدأ كل عمرنا وتاريخنا هيك فعمليا نحن اذا معارضين على انتخاب مرشح محدد اذا الظروف الاقليمية بتساعده او خلينا نقول فيه فريقه بده يحاول يستثمره بالداخل نحن موقفنا ما رح يتغير وحيبقى موقفنا لا تتكون الامور كتير واضحة لانه موقفنا مش مرتبط بتغيرات برا منستفيد منه او منستفيد بس هيدا اللا رح ترجع تودينا الى وضع التيار الوطني الحر بموقع المعارضة وبيذكرنا يمكن بمطرح معين ب13 تشين الف وتسعمية وتسعين او بسي يعني اذا البعض اذا البعض اذا البعض افكر انه وصول التيار الوطني الحر الى التضاوء التموضع في المعارضة هيدا شي بيخوف سدقيني التيار كله سوا بيتمنى لانه الظاهر كل فكر انه نحن كتيار بيرتاح اكتر ما نكون بالسلطة عشوية يعني عمليا بحب يدل يعمل مشاكل مش مشاكل يعني بحب ما يغرق بهيك التفاهمات هيدا البلد والنموذج اللي نحنا موجودين فيه على مستوى التركيبة السياسية والتركيبة اذا بدك الطائفية والمذهبية نحنا اسرتنا بمطرح من المطار نحنا اسرى فيها هيدا مش كتير مطارح نحنا مكون مرتاحين ولكن في امور بدك يعني مضطرة او بتعملي مشكل بتصير بينزل المشكل من المستوى السياسي للمستوى الطائف والشعبي وهذا مشكل كبير على كل حال لذلك نحنا برجع بقلك يعني اذا كان موضوع تهديدنا بالمعارضة بيكون نحنا عمل حقق شي ممكن نحنا بتناهي شايفين فيه احتمال لاستعادة وجه من وجوه السنسين يعني السنسين نحنا عشنا فيها كمان على مراحل من التسعين ما بعد الالفين وخمسة هل اليوم فيه امكانية نرجع نشوف سنسين تاني انا ما بعتقد انا خلينا هاي عم تلتق فيها مع القوات كمان مرة تاني انا ما بعتقد هيدا الشي تألك لا بغض النظر عن اذا فيه اطراف تاني هيك موقفة او هيك رأي او هيك شايفة ولكن بالاستنتاج اليوم نحنا بحضنا ببداية مصار طويل بين خلينا نقول السعودية وسورية بين السعودية وايران مسار طويل باستعادة سورية على الموضوع الأساسي وتأثيرها الأساسي بالجامعة الدول العربية في عندك الوضع السوري الداخلي يعني كمان هو مفروض يكون المستفيد الاول قبل ما نكون فيه انعكاس على لبنان بعدين خلينا يقول فيه ملفات بعد بحسب اللي شايفينه اولويتها على الملف اللبناني يعني اليوم اكيد السعودية والايرانية وعندون الملف الأساسي ملف اليمن بعدين ملف العراق ملف سورية ملف لبناني بيجي ممكن بعدها ودي يعني كل هايدي الامور ما بتخليكي تروحي على انطباع واستنتاج مثل اللي كان وقتا كانت الظروف طبيعية وكانوا كلهم سوا مع بعضهم والا آخره وبدن يحلوا المشكل خليني يقول بيطاقصهم نفوز معين باللبنان انت بتاخد انا بيخد رئيس انا بيخد حكومة انا بيخد مجلس نواب انا بيخد مشارية انه كان اه كان تم يمكن التعاطي معنا يمكن من الحسنات هايدي الظروف انه خلاص هذا الشي ما بقى يصير كأنه عم نحكي عن حل اقليمي استراتيجي هيدا يفترض اقنائنا عكس بلبنان حل لبناني استراتيجي المح الوزير جبران باسيل هايديك الليلة انه اي رئيس جمهورية بدنا نقدر نحكي معه بامور لها علاقة واضح انه بطبيعة النظام ربما تطوير ما بعرف كيف بدنا نحكي معه بالمركزية الادارية بدنا نحكي معه بالسندوق الائتماني للاموال السيادية يعني طرح امر ابعد من مسألة الوقوف عند انتخاب رئيس للجمهورية هل هيد المرحلة مرحلة قدرين نخوط فيها مثل هذا الحوار وهذا النقاش انا عندي موقف بعد شوي ابعد شكلك ايه ابعد بحيد الموقف تقلك ليه نحنا اليوم للاكيد على المدى الاصير على المدى الاصير بدنا نحكي وبكتير من الجات بالسندوق السيادة بسندوق السروات بإعادة تكوين ودائع الناس هيدا امور اساسية بس هيدا شوية على المدى الاصير اذا كنا بدنا نفكر على المدى الابعد بدنا نحكي بكل صراحة وانا هيدا موضوع مش اول مرة ست عم بحكي نحنا منا قادرين نكفي بهيدا البلد بهيدا النظام طبع في المجال خلاص مئة سنة مئة سنة من الدوامة زيتها من الغرق زيته من الوحول زيتها من الانهيارات زيتها اذا بتاخدي لبنان من الالف وتسعمية يمكن واربعين لاليوم بتشوفي انه كل تقريبا خمسة عشر سنة تقريبا كل خمسة عشر سنة اكتر او اقل شوي عندك ازمة كبيرة او ازمة امنية كبيرة او ازمة مالية كبيرة اقتصادية كبيرة هلا فينا نعدهم ترجعي خمسة عشرية او عشرة اتناعش خمسة عشر هيك ترجعي لورا ما في مجال كله هيك عم بيصير مشان هيك هيدا النظام ستنفذ هيدا النظام وصل للمطرح اللي نحنا ما بق فينا ندافع عنه هيدا النظام وصل للمطرح اولادنا ما بقى مقتنعين يبقوا فيه ويبقوا بهيدا البلد اذا هيدا النظام ما بيبقى لذلك اكيد اكيد نحن بدنا تطوير النظام لانه بس نقول اكتر من هيك تعديلات بالدستور تغريب في اطراف تعتبر انه مش وقته وهذا مؤتمر تأسيسي والاخير مع انه انا مني ضد على كل حال لانه بالاخير كل دول العالم بعد فترة بتعمل نقد لدستورة وبتعدلوا وبتحسنوا وبتطوروا وبتلغي فيه وبتشيروا وبتحطوا وهذا طبيعي نحن خلص ما نحن باللبنان شعب معوض بيخلق هيك تابو معيان وخلص انه لح اتيكي مثل بس لح يسمعوا اللبنانية كل ما بدك تقولي على شي تعديل دستوري الناس بتقبط طيب تنغير نظام التصويت بالمجلس النيابي اللي هو بالمنادات لانه هيدا نص دستوري او برفع الايدي هيدا نص دستوري تنروح على التصويت الالكتروني اللي اساسا المجلس النواب مجهز يعني انا قاعد قدام كرستي وطولتي في المطرح اللي بينحط في الكارت وبتصوتي ووين بتكبسي ووين ايه ووين بتكبسي وكل هيدا موجود وحتى مرة سألت قال هيدا نعمل اه بروفا عنا يعني يعني موجودة بخالصة بس نقول بدنا نروح هيدا الموضوع بيفز ناس لا هيدا بدهوا تعديل دستوري وخيف طرت بدهوا تعديل دستوري هيدا شو بيأثر على النظام وعلى بنيت لبنان اذا عملت التصويت هذا شيء كتير بسيط يعني فالبدي اقولك يا نحنا خلقين تابو انه اي موضوع بدنا نحكي فيه ملحوظ بالدستور خلص بيكربش بس ايدا تابو اليوم بيوصل عند الطرف المسيحي انه انتبهوا عدديا انتوا بطلتوا متل ما كنتوا قبل نحنا بلحظة من اللحظات خليني اقول عم نحاول نطمن كل الاطراف وعم نقول لهم هذا التعديل والتطوير هو الباز من اتفاق الطائف تم احد يفكر ونحنا رحين على انقلب نحنا من اتفاق الطائف بدنا نروح اتفاق الطائف اللي حكي عن الغاء الطائفية السياسية ما هيك واتفاق الطائف حكي عن المركزية الادارية واتفاق الطائف حكي عن تغييرات على مراحل حتى نحسن هذا النظام لذلك لذلك اذا بدنا نكون صالحين كتير على المدى القريب اكيد بدنا نحكي بهذه الملفات اللي ذكرنا الوزير بسيل واذا بدنا هذا البلد يستمر وما يعيش ازمات الخمسة عشر سنة كل الخمسة عشر سنة ما في مجال نبقى على هذا النظام يعني بدك رئيس جمهورية تقدر تحاوله كمان بالامور على المدى البعيد يقدر يكون هو ما بعرف عراب الانتقال الى فيكون ليكي موضوع من هالنوع بده انيعت الجميع نحنا حتى تقليق بصراحة وقتها عملنا زيارة كتكتل لسامحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللاطيف داريان الشيخ عبداللاطيف داريان من حوالي كم شهر صدقين النقطة الاساسية جربنا نحكيها نحنا معه نوضحها هي مرتبطة بموقفنا من ما يسمى بالتعديلات وكننا عم نقول له لا سامحته انه نحنا اذا عنا تعديلات على قاعدتين بدنا نطرحون قاعدة الانطلاق من الطائف وفق البنود اللي هي مسكورة فيه وتاني شي على قاعدة الاتفاق بين اللبنانيين بين المكونات يعني ما وارد برأسنا ولا ممكن انه نتفق اثنين او ثلاثة على الرابع او اثنين على اثنين ابدا مش وارده لانه نحنا بنعرف بهذا اللبنان النموزاج ما فيك يتحكمي بطريقة انه ناس تدعس على بعضها والتاريخ كان عبر لأنها بس ما في تخوف انه تكون هالمرة كمان مرة جديدة على مصلحة المكون المسيحي بالبلد ايه لانه ما خلني اقولك اكيد في تخوف وين بيكون التخوف وقت المسيحيين ما هيوعوا لمصلحتهم وما هيستفيدوا من كل التجارب اللي ما رأوا فيها وحيكرروا ذات الخطايا اللي ارتكبوها ما كررت بي عهد الرئيس عون يعني كمان جزء من التجارب والمثال الأوضح نحن نحن بالطبع بالسياسي اذا بدك بالسياسي يعني كتير نحكي عن الاستهداف اللي صار العهد الرئيس ميشيل عون عن المؤامرة اللي خيدت عليه من لحظة انتخابه وما قبل انتخابه للي صار بال2017 بعدين بال2019 والضغطات اللي صارت الداخلية والخارجية واللي بدكيه بس نحن عم نجي نقول اليوم نحن صرنا هلأ بوضع بوضع يقتضي انه الناس تكون وعيد ويقتضي انه الناس تفهم انه التجارب المرأة فيها اذا ما قتلتها لازم تعلمها وعلى هالأساس نحن عم نقول لازم نروح للأمام نستفيد من اللي صار معنا قبل نتعلم منه حتى ما نكرره ونروح على تفاهم ايضا بين المسيحيين المسيحيين مش مطلوب منهم يكونوا نسخة بالاصل عن بعضهم ولا مطلوب منهم يكونوا بحزب واحد ولا مطلوب منهم حتى يعملوا سنائة على نفس نمط السنائة اللي موجود علا او يعملوا نادي لرؤسة الاحزاب مثل نادي رؤسة الحكومات السابقين ابدا مش مطلوب هيك بس مطلوب السوابت اللي ما لازم يتخلوا عنها بسبب النكد السياسي او الخلاف الانتخابي او التبين السياسي ما لازم هذا الموضوع يخلني اسرعي يضلوا متفقين عليها لحتى يحافظوا على الدور المشكلة مش مهم العدد اذا كنا خمسين بالمية نحنا وبهاي الحال اللي نحنا متشزايين فيها الدور منفقده وبغض النظر عن ديش بتكون نسبتنا بس اذا كنا متفهمين على سوابتنا الوطنية والوجودية والكيانية نحنا اكيد بغض النظر عن النسبة حافظين دور لو ما حدا في يخدوا منا هلأ هيك سؤال على الهيمش سريع قبل ما انقول على معقولة تكون حضرتك عربتا فاهم معرب اتنين ده لما تلبسيني شي انا اصغر منه بكتير استيس جورج استحقاء حاكم مصر في لبنان مرتبط بالتطورات اللي شفناها كمانا وقرار المجلس تقديبي بطرد القضية غادعون من السلك القضائي يوم الاربع المقبل زمني غلطاني يفترض ان يمسل رياض سالمي امام القضية الفرنسية والبوريزية مش معروف اذا رح يسافر لانه اليوم قرأنا في صحيفة الاخبار انه يبدو متجها الى الامارات العربية المتحدة هيك بيهرب هي صارت الامارات ملجأ لكل اللي ما بدين يتعاطوا بشي بسجار رئيس ساعد الحريري ما بيقدر ما يتعاطى بشي ما تعاطى باهم ملف بالبلد اليوم ما بدي يفوت بتفصيل ملف رياض سالمي بقى لان بعتقد انه صفحة الى حد ما باتت مطوية اي اكيدوا بعدين الجزء الاساسي منها صار بالقضاء وبالتالي القضاء هو يقول كلمته ما بدنا نعتبره انتصار بالعكس حتى ايدان طول رياض سالمي وشو ما كان حجم اليداني مهما يكون كبير انا بالنسبة لي منو انتصار هو خسارة لكل لبنان باي معنى خسارة لانه هذا اليداء لكي ونوصلنا خسرنا الناس وخسرنا المال وخسرنا الاقتصاد وخسرنا مؤسسات الدولة والناس خسرت ودائعة والناس انظلمت والناس ما فيها تحكمت وما فيها علمت ولادها والناس انقهرت وبكيت وماتت فايه قد ما تكوني منتصرة وعندك هايدي الخسائر انت اجت على البلد وعلى الناس ما بتكوني مبسوطة اي عقوبة ما بترده اكيد ما بترده ايه فكنت عم تسأليني عن اللي بتسأله شو رح يصير يعني اليوم من بارح باللقاء التشاور الوزاري الرئيس ميقاتي يبدو شوي هيك امطر الجو اذا امكن ومثل ارسل رسالة الى التيار الوطني الحر على اساس انه قد يدعو الى جلسة بموضوع نزوح السورة ولكن انه لازم يكون فيه هناك ربما طرح مسألة حاكمية مصرف لبنان ونحنا منعرف انه هناك اجواء تحضر لتعيين حكومة تصريف اعمال لحاكم جديد لمصرف لبنان من دون رئيس جمهورية نحن تنحكي بصراحة المؤسف انه عم نقرب على نهاية ولايته لحاكم المصرف ونحن بهذا الارباك الدستوري والانوني تنحكي بصراحة نحن مفضل كنا نوصل لهم وبعدنا منقول ان شاء الله بيصير فيه عندنا انتخاب رئيس قبل وهيدي القصة بتكون دخلت بإطار خليني يقول دستوري وانوني مرتاحة اكتر ولكن بغض النظر يمكن هذا الشيء ما يتحق بها الفترة الزمنية نحن انا قلت سئلت قبل مرة عن هيدا الموضوع قلت نحن الاكيد ما يعني ما بدنا نشوفه بموقعه بدنا نشوفه بمطرح تاني بس نحن عندما يحين الاستحقاق الاكيد في عندنا موقف بهيدا الموضوع رح نقلنه بوقته جزء من الشيء اللي ممكن يكون طرحوا رئيس ديار من يومين على حارس قضائي لانه كمان لانه كمان هيدا الحكومة اللي نحن اساسا مش موافقين على آلية عمله ومش موافقين على قدرته على انها تعمل هيدا 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 الأمور وبظل عمليا هيدا الشغور نحن اكيد في حلول قانونية عم تندرس في طروحات عم تنعمل وبالتالي نحن متمنى اذا ما صار في انتخاب رئيس جمهورية وبالتالي انتظمت هيدا المسألة بالاطار القانوني ما في مشكل عليه انه نروح على هيدا الحلول حتى ما نزيد المشكلة الاضافية لانه نحن اكيد لابدنا يبقى محله تحت اي زريعة وبذات الوقت ما بدنا هيدا الحكومة هي اللي تعمل كل الاجراءات يعني انتوا مرح تشاركوا بأي اجتماع لحكومة تصريف اعمال او الوزراء المحسوبين على الطيار خلينا نقول خلينا نقول قبل نحن ما في عنا وزراء محسوبين علينا صرنا قليلا نشعاش تلاف مرة نحن ما عنا وزراء محسوبين علينا في وزراء محسوبين او تم التسميته من قبل فخامة رئيس الجمهورية اكيد رئيس الجمهورية هو يعني رئيسنا التاريخي وهو ملهمنا اذا بدك بس بموضوع الحكومة الاخيرة تيار نقى بنفسه تنظيميا عن المشاركة بهذه الحكومة بس في وزراء التزم ولكن في وزراء التزموا برؤية الرئيس اللي هي اكيد رؤيتنا نحن بزيزة الوقت ولكن انا اللي بدي اقليك كيبه هيدا الموضوع انه رئيس هذي الوزراء انا ما بتعطى معهم بهيدا الموضوع ما بعرشوا حيكون موقفون بس انا بتمنى هيدا الحكومة ما توصلنا لهون لانه ما بعرفوا ماذا نصير حتى لو استشاروكم بشخصية من سيطرح للحاكمية انا بفتكر فيه كلام صار مع الرئيس باسيل بهيدا الاتجاه وهو يرافض اي حاكمة كلام من قبل مين مش ضروري مين ضروري الموضوع فريق الرئيس مئاتي او حزب الله مش ضروري مين بيحكي انا بحكي انت بتحكي بس ما هي مهم الطرف مين الطرف يلا عم يطرح هيدا الموضوع لقم الطرف هلا بنا نحكي بشكل رئيس الحكومة مثل ما هو المدير وعم بيدير كل الامور عم بيدير بقوته وصلنا الجواب يعني الطرف يلا غطى وصول لرئيس ناجي بن القاطي سنائش ياه وتحديدا حزب الله رح انا عم بستنتج رح لك ليه عم بسأل هذا السؤال اليوم في احد الاحتمالات وهو يمكن قانونيا قد يكون الاسلم ان يتولى نائب الحاكم الاول مهام حاكم مصر في لبنان بغض النظر عن موقف الرئيس برمى اذا كان سيتبدل ولا لا من امكانية ان يتسلم وسيم منصوري هذه المهام التيار الوطني الحر هل يوافق على هذا الامر كون النائب الاول هو من الطائفة الشعية ومركز الحاكمية عرفا هو للموارنة انا لكي انا ما بدي استبق الموقف الرسمي للتيار ما بدي استبقه لانه قلتلك الرئيس بسيل من يومين كان على التليفزيون بمقابلة وقال في عنا افكار واحد منها طرح وحدي من يمكن فكرتين او ثلاث فعمليا طالما نحنا لم نعتمد حل نهائي او طرح نهائي او حتى جملة حلول انا ما بدي انا استبق هيدا الموضوع نحنا برجع بقلك نحنا ما منتمنى نوصل لهيدا اللحظة ان شاء الله انه للموار تخلص قبل مش هتعطيني جواب يعني طيب خلينا نقول لكينا عند القاضي غادعون لما نشوف ما حصل مع القاضي غادعون بغض النظر اذا البعض بيعتبر هي اخطأت بالشكل ببعض الاداء او لا هل اتخذ هذا القرار قضائيا ام سياسيا بطرد القاضي غادعون والتزامن طبعه ملفت يعني كانت المحققين الاوروبيين عم بيحققوا بنفس اليوم اللي طردت فيه بالملف اللي هي فتحته بيطلع هيدا القرار عم تسأليني اذا هيدا القرار اتخذ قضائيا او سياسيا انا بقول لك اتخذ مفيويا هيدا القرار هيدا القرار اخذته المفيا الحاكمة باضلعه السياسية والقضائية والادارية والحزبية هالقد هيدا القرار على هالمسوا بيتخذ لانه ما بدي فوت انا بشو بدي قليلك بالصغرات ولا بالمؤارنات بين هي ما ما ينسب لقلها وبين ما هو مثبت على العديد 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 من القضاءات والموظفين واللي ما شفنا حدا لمجلس ولا دوان ولا هيئة تقديب ولا غيرها اتوجهت لقلهم بكلمة لا بل على الاكتر على العكس بلاشنا نعرف وقت اللي بتصير الدائب تكتشفي خبار ما بتتصوري انه بتصير انه في ناس يعني مثبت عليهم الرشوي وغيرها انه طلب منهم نقدموا استقالاتكم انت حتى ما تتحولوا وطلعوا باستقالات وانه هن يستقالوا واخدوا تعويضهم وبعد شوية بيروح كل يوم يمكن بيعملك تويتو وقالوا هو معترض على الدولة وعلى الإداء وعلى السلطة السياسية وهو أساسا كان كان زلمتها للسلطة السياسية وإجروا إيدها للسلطة السياسية والغير السلطة السياسية وبيقبض مصاري فعمليا عمليا في عندك ستة أو سبع درجات تتوصلي للطرد بهذه الطريقة إياسا على المتهمة فيه القاضي غادعون أنا بقول أنه القاضي غادعون بالمسار اللي كانت ماشي فيه بغض النظر عن هون صرحت وهون حكيت اللي هني ما بيرقوا ما بيوصلوا لمستوى الارتكابات اللي عم اللي بتوصل لهيك نتيجة بالمسار اللي راحت فيه أكيد كان فيه كتير متضررين وبالتالي فيه هيده الهجم المعاكسي عليها هذا من ناحية من ناحية تانية المؤسف اللي بيزعل هي مواقف للناس الناس العاديين لأصم من الناس العاديين على سوشيال ميديا كانوا مبسوطين بهذا الموضوع بالوقت اللي هي كانت عم بتقاتل تتردلوا مصرياتهم فيه انفصام كبير وفيه حقد كبير وفيه ناكد كبير يعني فيه ناس لأنه بتكرهيك مستعدة تنتحر إذا بيتموتك معها هل قد وهيدي ناس وهيدي ناس مستعدين يتجاوزوا سرقة العصر اللي صارت لحقوقهم ولحقوق أهلهم وللبك اللي بكيوهن وولادهم وأهلهم والدول اللي عزوه والمستشفى اللي ما قدروا فيتوا عليها وولادهم اللي تشنطلوا برا لا لأنه بالسياسة بيعتبروا غدعون محسوبة على رئيس الجمهورية ممكن يوصل هيدا القرار هي رح تستأنف بس ممكن يوصل للطرد بالهيئة العليا للتأديب برأيك أو لن يجرؤوا على مثل هذه الخطوة أنا أنا بقول ومن هون يعني بوجه تحزير كتير كبير أنه الخطأ اللي اللي ارتكب بحق القاضي غدعون ما يتحول لخطية وبالتالي ردات الفعل الاعتراضية اللي كانت عم بتصير بهون تظاهرة بهون حد بيت ما بعرف مين وهون قدام سيارة مدري مين هذا بدو تم تجاوزوا بكتير من الجدية وبكتير من المسافات لأنه الطريقة اللي عم بيصير فيها خلني أقول تصفية الحسابات من قبل المافيا هذا موضوع الواحد بهدين أملا بخليني يقول اتصالات مفتوحة بشكل معين تنوصل لحلول وتحت المرتكب يرجع عن خطأه بس إذا كان البعض مفتكر أنه الأمور بتقطع ويلا من مشيها وهيدي هي بتصير واليوم ما في رئيس جمهورية اسمه ميشيل عون وهو كان قدرع وبيحمي مغلطين كتير كتير لأنه بالذات الرئيس ميشيل عون من وراء الطيار الوطني الحر برئيسه وأعضاءه وناسه مرتحين أكتر وقت اللي ما كنت من وقت اللي كان الرئيس ميشيل عون بسدودة الرئاسي يعني عم تقطع خط المهيدنة إذا تحول إلى خطيئة من زمان بما تبقى لألنا من وقت استيس جورج دايما ملف النزوح للأسف منوصل عودة سوريا إلى الجامعة العربية التقارب السعودة السورية الإشارة بشكل مباشر إلى مسألة عودة النازحين هل برأيك نحن أقرب من أي وقت مضى إلى هذا الحل وهل بات المشروع الغربي بشكل خاص لتوطين النازحين ورانا؟ أو لا نحن بعدنا بنص الموضوع؟ لا نحن بعدنا بعين العاصفة بهذا الموضوع والمجتمع الغربي بعده عم بيطعطى هو مش عم بيطعطى بهذا الملف على قاعدة أنه والله هلأ بتنحل المسألة وبيمشي الحال لا عم بيطعطى ووفق مستويات عدة المستوى الأول أو جزء منه في ناس ما بدأت تعترف أنه النظام بقي وهني ما كين بدن ييبقى ما بدن يعترفوا بهذا الموضوع ولأنه ما بدن يعترفوا ما بدن يسلموا بعودة السوريين مع أنه هني ذاتهم بيعترفوا أنه بحدود 95% من سوريا صارت آمنة حتى من ضمنوا لبنانية وسوريا 18 مرة وشوية مساحة لبنان يعني 95% أو 92% من مساحةها الآمنة هي 16 مرة ونص مساحة لبنان يعني فيه أن يعطوهم مرة من مساحة لبنان من هذه 16 مرة ونص ويقعدوهم فيها لو كان في نية بس واضح أنه في جزء ما بدوا على هيدا المستوى وجزء ما بدوا هلأ يتعطى بهيدا الملف لأنه هو خارج التسوية اللي صارت وجزء كان مستفيد مالية مين يلي خارج التسوية؟ وفي كتار خارج التسوية اللي صارت أنه مهضومة كتير كل الدول اللي كانت عم تحارب سوريا هضمت أنه النظام مفال وأنا ما نشقني هذا أنا بفل ما بفل ما إلي علاقة أنا اللي إلي علاقة فيه أنه فيه مصيب يعملها غيري وكبه عندي وقت هذا الغيري ما بده يروح يفوض النظام ويحل معه يروح يحل على حسابه ومش على حسابه كيف بدك تحل لك يا لبناني؟ فأنا اللي بدي أقول لك هذا مشكل هذا جزء من المشكل جزء الثاني من المشكل هو نحنا اللبنانيين المهضومين الحلوين اللي ما فيه موضوع بيجمعنا نحنا إذا موضوع على هيدا المستوى من سيادتنا وكينونتنا وجودنا ما نقادر يوحدنا على شو بدنا نتوحد بقى بعد 12 سنة من الأزمة هلأ القوى السياسية بتحسيها مستنفرة ماشي الحال جينا اليوم وأنا اليوم بيجتمع الإدارة والعادة اللي حكيت وقالت له ما بدنا نفتح الصفحة السياسية لأنه عنا كتير نحكي بالسياسة بهذه 12 سنة الممارسات اللي صارت علينا وما حدا يجي يخبرني أنه كان فيه أطراف تانية عم تحكي بموضوع النزوح لأنه لو كان فيه طرف تاني بموضوع النزوح كان نسب مثل ما نسبينا على الإعلام وبعد 17-20 وجبران بره بره والناس حين جوا جوا فما حدا يفتح معنا هيدا الباب نحنا بلنا نطويه أو نحطه على جنب تنقول خير إن كنجيته مأخرين من أنه ما تجو بالمرة على هيدا الموضوع الحكومة مطلوب منها بأسرع وقت تنهي خطة موحدة وتتفق مع المجلس النيابي لعودة السوريين من هون الأوانين اللبنانية بدأت تطبق قانون العمل بده يتطبق في ناس مع إقامة عمل جهازة عمل تحت تشتغل بقطاع البناء مثلا فاتح محل وقعد بأرجل كل النهار كيف هذا الموضوع بده يصير هيك في حدود بده تنضبط غير الحدود الشرعية المعابر الشرعية المعابر الشرعية في عالم حزك مزك رائحة بيروح بعيد هناك بيروح بيستفد عائلته بيحبوا المصاري اللي عنه وفي عالم بترجع بتلتف وتفوت من معابر غير الشرعية في حتى موضوع الداتا البعض بيحكي إنه مطلوبنا الـ UNHCR في مشكل فيه الناس مش مستوى بيشو هو هو مش معلومات على الورق بالأسامي وبالعدد بس هو تركيب نظام على المعابر الشرعية هيدا النظام بيخولك بس يقطع سوريا معه بطاقة نازح دغري بيضوي عندك على النظام وعلى السستام هذا إنه هيدا فل من هون تسقط صفة النازح عنه هيدا سبب يلي الـ UNHCR ما بده تسلم البيانات هني أكتر هني الزراع الأساسي للدول اللي بدن يخلوا السوريين بلبناء نعم استيس جورج على أمل حلقة من بعد مؤتمر الكورة يوم السابق خلص وعد شرف بعد مؤتمر الكورة هيدا المرة صحيح نحن مؤتمرنا بالسبت 13 الشهر صحيح وعلى أمل نكون أمام أبوي بحلول مش تضلم سكرة معنا نباط بيروت بتشكركم مشاهدينا شكرا لألعقاد وتكاتل لبنان القوي شكرا لألعقاد الموعد بجدد بكرة إلى اللقاء